استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيس المجلس العالمي للمياه لوك فوشون والذي يزور مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه وخلال اللقاء استعرض شكري التحديات المرتبطة بأمن مصر المائي وفي مقدمتها السد الإثيوبي ومخاطر ملئه وتشغيله دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وفي المقابل أشاد رئيس المجلس العالمي للمياه بالجهود والإسهامات المصرية الكبيرة على المستوى العالمي في وضع قضايا المياه على أولويات الأجندة الدولية معربا عن تطلعه لأن يستمر هذا الدفع والاهتمام بقضية المياه خلال مؤتمر المناخ القادم